بسم الله الرحمن الرحيم سألني أحد الملحدين ما هو الدليل العلمي على وجود نار جهنم كما تدعون في كتابكم القرآن الكريم وأقول أيها الأحبة إن الدليل العلمي موجود في نفس الآيات التي تحدثت عن نار جهنم وهذا الفيديو أيها الأحبة موجه لكل ملحد ينكر هذه النار بعد دراسة طويلة للحروق العميقة ذات الدرجة الثالثة والرابعة تبين للعلماء أن هناك مجموعة كبيرة من الأعراض التي تنتج عن هذه الحروق دعونا نتأمل بالتفصيل هذه الأعراض ونرى كيف أشار وأنبأ القرآن عنها بكل دقة ووضوح ربما يكون من أغرب الأعراض التي يتعرض لها من احترق جسده احتراقا كاملا حروق تحدث في الرئتين وفي مجرى التنفس وفي البلعوم مما يسبب تورمات وضيق في النفس وبما أن الغازات سامة التي يتعرض لها نتيجة اللهب فإن الصدر يختنق ويصبح الإنسان بحاجة لكمية أعلى من الأكسجين فيحاول أن يأخذ هذه الكمية ولكن هناك ضيق نفس فيبدأ بإصدار ما يشبه الصرير أو الأزيز أو ما يشبه الزفير بصوت عالي يعني يتنفس بسرعة وبصوت عالي يعني هناك شهيق وزفير ويصدر أصوات غريبة أيها الأحبة القرآن العظيم أشار إلى هذه الظاهرة بقوله تبارك وتعالى فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق تصوير قرآني رائع لهذه الظاهرة كذلك بسبب نقص الأكسجين لاحظ العلماء أن من يعاني من حرائق معينة بدرجات عالية فإن هذا الجسد يصبح أزرقا بسبب نقص الأكسجين لأن غاز أو الأكسجين الكربون غاز سام وبالتالي فإن نسبة الأكسجين تنقص في الدم فيصبح جسد هذا المحترق مزرقا يعني اللون الأزرق سبحان الله أيضا هذه أشار إليها القرآن في قوله تعالى يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا من يستطيع في ذلك الزمن أن يصور لنا هذا التصوير الذي يتطابق مع الملاحظات العلمية الحديثة يقول العلماء إن الحروق لها درجات فعندما تحترق الطبقات العليا من الجلد يبدأ الإنسان بالإحساس بالألم ولكن عندما تكون الحروق عميقة يزداد الألم ويعاني الإنسان بشدة حتى تصل إلى طبقات الجلد الدنيا فإذا احترقت شعر الإنسان بتنميل بالأطراف أو بنوع من التخدير وبالتالي يقول العلماء إنه يفقد الإحساس فإذا عاد الجلد وتبدل ونمى من جديد فإذا تعرض للنار يصبح حساسا بشدة ويصبح الألم أكثر كلما تبدل هذا الجلد وتعرض للنار سبحان الله أيها الأحبة تأملوا هذا الوصف القرآن الدقيق إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما في بعض أنواع الحرائق التي تحدث في مكان مغلق أو محكم الإغلاق فإن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي لزيادة الضغط بشدة وهذا يؤثر على انتشار الصوت فإذا ناديت إنسان لا يسمعك لأن الضغط معلوم فيزيائيا إذا كان المكان مغلق وزاد ضغط الهواء بشكل كبير فإن هذا يعيق حركة الصوت وبالتالي الإنسان لا يسمع جهنم أيها الأحبة هي مكان مغلق وضغط عالي وحرارة عالية لذلك الإنسان يفقد السمع وهذه أيضا الملاحظة العلمية الدقيقة أشار إليها القرآن يقول تبارك وتعالى لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون سبحان الله أيها الأحبة جهنم مكان مغلق والضغط عالي جدا بسبب ارتفاع درجات الحرارة حرارة عالية جدا مما يؤدي إلى زيادة الضغط وإذا زاد الضغط في غرفة مغلقة الثابت فيزيائيا وعلميا أنك إذا وضعت أي جسم فإنه يتحطم وهذا ما أشار إليه القرآن يقول تبارك وتعالى كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة مؤصدة يعني مغلقة من أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن المكان المغلق إذا رفعنا درجة حرارته يصبح الضغط عالي جدا ويصبح محطما لأي جسم يدخل في هذا الحيز ثم القرآن هنا يشير إلى الفؤاد إلى أعماق القلب ومن أهم أعراض الحروق العميقة الأثر المباشر الذي تسببه للقلب هناك أمراض أهم عمل القلب بسبب هذه الحرائق هذا وصف قرآني يشهد على وجود نار جهنم ويشهد على صدق هذا القرآن العظيم والآن دعونا نتساءل ما هو لون نار جهنم علميا ودينيا العلماء يقولون إن درجة الحرارة إذا تجاوزت عشرة آلاف درجة مئوية تصبح هذه النار معتمة بالنسبة للعين البشرية أي سوداء النبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا لون نار جهنم قال عليه الصلاة والسلام نار بني آدم التي يوقدون جزء من سبعين جزءا من نار جهنم رواه البخاري ومسلم إذن درجة الحرارة التي نعرفها التي نوقد عليها جهنم سبعين ضعف فإذا اعتبرنا أن درجة حرارة الموقد كما يقول العلماء ألف ومئة درجة فإن درجة حرارة جهنم تبدأ من سبع وسبعين ألف وأعلى هذه الحرارة تعتبر سوداء علميا طب النبي ماذا قال عليه الصلاة والسلام قال عن نار جهنم فهي سوداء مظلمة صلى الله عليه وسلم والآن أيها الأحبة إذا زاد الضغط كثيرا في غرفة مشتعلة ما الذي يحدث الذي يحدث أننا إذا ألقينا أي جسم في غرفة ذات درجة حرارة عالية وضغط هائل يصبح كثافة هذا الجسم أقل من كثافة الغاز أو المادة الملتهبة لأن الضغط يرفع الكثافة في حال أن المكان مغلق أو موصد فإذا ما وضعنا إنسان في غرفة مشتعلة ذات ضغط عالي جداً ودرجة حرارة عالية جداً فإن هذا الإنسان يعوم ويصبح في وسط الغرفة يعني من فوقه نار ومن تحته نار لا ينزل تماماً مثل إنسان يغرق في البحر سبحان الله هذه الحقيقة التي لم يمكن أن نلاحظها إلا حديثاً أشار إليها القرآن قال تبارك وتعالى لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون من أعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا وضع في غرفة ملتهبة ذات ضغط عالي جداً فإنه لا يستقر إنما يصبح مثل إنسان يغرق في البحر تصبح كثافته أقل من كثافة الوسط المحيط هذه ملاحظات علمية دقيقة أيها الأحبة تشهد بأن هذا القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر